اشتركوا في القناة بيقول كان بيكلم على بنت دي قصص القراعية فهي في المترو قاعدوا يزنقوا فيها ويخبطوا فيها فكانت بتقولي نفسيها تلت كلمات مش مستهلة عشان كده ما تنرفزتش في المترو يعني مش مستهلة الرحلة السيارة أنا نزل الحطة الجاية بصراحة قعدت أفكر فيهم تلت كلمات دون وقلت هي دي دي دياتنا طول ما احنا عايشين بنتخبط مش بخبط في المترو يعني حد بيخبط فيها مش شرط بس جار بيخبط فيها ومشكلة بتوعب تخبط فيها وغضب عني لإني إنسان بتلاقيني ساعة بنفعل وساعة بتنرفز وساعة تاخد موقف غلط بس لو قعدت حطيت قدامي مش مستهلة الرحلة السيارة أنا نزل المحطة لإيه اللي جاية وبعد كده سمعت ترنيمة بعدها ربنا دايما بيبعد حاجات حلوة قدام حاجات بتحسن لي بقى في عاجز وحلها إن أنا أفتكر كلمته تاني قدام حاجات مش عارفة رد عليها زي كلمة إنت فين؟ كان أبونا دقود لما يبيحتي على واحد راح ظهره قالوا فين ربنا من اللي أنا فيه؟ ربنا يرحبنا الشيطان بيلعب بحتة الإلحاد فيقول لك إيه ربنا مش موجود لو عرف يتغلب في الحتة دي يروح لعبك بحتة ثاني يعني فين أهي هو موجود بس هو فين؟ هو موجود بس هو فين؟ إلى متى يا رب تنساني؟ الحد إمتى تنساني؟ إنت فين من اللي أنا فيه؟ بس كلمة إنت فين من اللي أنا فيه ردها في كلمته لما أعد أقلب في كلمة بتاعته وأقول كل الأشياء تهمها الخير طب لما حد تأيقني لا يغلب أنك الشر بل يغلب الشر بالإيه؟ يبقى إيه أنا بغلب بإيه؟ بالكلمة إيه؟ كلمة بتاعته